موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني أخواتي هذا حلقتنا اليوم بإذنه موضوعنا وهو كيف تخرج المس العاشق الذي يسكن في بطن زوجتك بإذن الله تبارك وتعالى هناك بعض الأحيان يكون المس العاشق إما شيطان العين أو شيطان الحسد أو يكون خادم الدخل بالسحر المأكول أو بالسحر المشروب أو يسكن في البطن أو في المعدة ويسببوا لها الألام بارك الله فيكم لذلك بعض الأحيان ولو قامت بالرقية هي لن تشعر بهذه الأعراض أو بهذه الأشياء التي ستشعر بها أثناء هذه الرقية المباركة يعني مثلا لما تقرأ تشعر بالتجش أو بالتجراع أو مثلا تشعر بأن هناك نبض في الفم المعيدة أو تشعر بالتقل في بطنها فقط فإذا قامت بالاستفرق بإذن الله تبارك وتعالى وكانت هي تجتهد في نهارها فلا بأس إن شاء الله تقرأ شيئا من القرآن سورة البقرة أو سورة الجن أو تقرأ ولو على الأقل 45 دقيقة أو نصف صاعة من الرقية بإذن الله تبارك وتعالى ثم تستلقي هكذا بإذن الله تبارك وتعالى هذه الرقية في بيتك لزوجتك بإذن الله تبارك وتعالى ثم تستلقي هكذا وهي أصلا عندها ألام قلنا الألام في البطن هذا المسل العشق قد يسكن في الرجلين وفي الرأس قد يسكن في الأكتاب وفي الصدر ولكن الألام الكثيرة التي يسببها وقد يفعلوا الشد حتى في أسفل الدر ولكن الألام الشديدة أنها يسبب لها الوجع في البطن التجرع والتجشؤ وقد يعني يغلق لها الشهية يعني ليس هناك شهية للأكل وقد يسبب لها الإمساك أو الإسهال والله المستعان لذلك كيف سنخرج هذا المسل العاشق أو هذا الشيطان وهذه الجنية التي تسكن في هذا البطن بإذن الله تبارك وتعالى علينا أن نركز أولا على أن نرقيها ونقرأ عليها بعض الآيات بإذن الله تبارك وتعالى فلا بد عليكم بإذن الله تبارك وتعالى كما علمتكم في الدرس الأول بإذن الله بد عليكم أن مثلا تضع عليها يدك اليسرى بإذن الله تبارك وتعالى الناصية ويدك الأخرى إما على الرحم أو على البطن ولكن هذه المرة ستضعها على البطن بإذن الله تبارك وتعالى وتقرأ وتحصنها كما علمتكم في الدرس الأول تقرأ عليه بعض أدعية التحصن بإذن الله حصنتك وحصنت جسدك بقدرة الله من كل سحر ومن كل الشياطين ومن شياطين خارج الجسد وداخل الجسد حصنتك بإن الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك بالإدعية التي علمتها لكم إن شاء الله في أول الحصة ثم بعد ذلك بإن الله تقرأ عليها ما شئت من الآيات آية السحر أو آية العين والحاسد أو آية التي ذكر عليها الجن فإن تكونت بإن الله تبارك وتعالى لا تستطيع أن تقرأ عليها هذه الآيات أو لا تحفظها فلا بأس تقرأ عليها سورة الجن إذا كنت تحفظها سبعة مرة على الأقل ثم بإذن الله تبارك وتعالى تأخذ عودا بين الله تبارك وتعالى وتضغط بإذن الله بقدرة الله يحرق كل شيطان يسكن في المعيدة بقدرة الله يحرق كل شيطان يسكن في المعيدة وأنت تضعويدك على الناصية بقدرة الله يحرق كل شيطان يسكن في المعيدة لمدة بإذن الله لا بأس خمسة دقيقة أو أربعة وتقول بقدرة الله يحرق كل شيطان يسكن في المعيدة أو في البطن بقدرة الله يحرق كل شيطان يسكن في المعيدة أو في البطن بقدرة الله يحرق كل شيطان يسكن في المعيدة أو في البطن بإذن الله تبارك وتعالى لا بس أن تضغط عليه هكذا بإذن الله لمدة ولو خمسة دقائق وبإذن الله تبارك وتعالى ستسألها تقول كيف تشعرين الآن قد تقول لك بإذن الله أنها شعرت إما بألم شديدة في المعيدة وفي البطن أم تقول لك بأن هناك سخونة صعدت إلى الصدر أو تقول لك عندها ثقل في الرجل اليمنى أو في الرجل اليسرى بإن الله تبارك وتعالى فإذا شعرت حتى بعد ذلك بالدوخة فاعلم أن هذا الشيطان الذي ضغطED عليه في المعيدة أو في البطن فإنه يسكن كدالك في الدماء فإذا قالت لك عندها الدوخة في الرأس والألام في الأقدام أو على الأقل تنميل أو سخونة أو ثقل فاعلم أن هذا الشيطان يسكن في أعلى الجسد وفي أسفل الجسد وفي الوسط كدالك عندي عنده علاقة بالمعيدة وهو كان يسكن في الجسد كله فلا بأس إن شاء الله أن تحاول بإن الله تبارك وتعالى أن تطرد هذا الشيطان من أعلى الجسد ومن البطن كي ترتاح إن شاء الله إلى الأبد يعني كي ترتاح لا بد من الخطوات الخطوة الأولى بإن الله تبارك وتعالى أن تطرده من أعلى الرأس وخصوصا المعدة أعلى الرأس والمعدة تماما لأن هناك بعض الأحيان لما الإنسان يصاب بالسحر المأكول أو المشروب أغلب الناس الذين عندهم سحر مأكول ومشروب تكون عدم ألاف في الرأس إما ألم دائما يوميا أو ألم بعض العصر لأن عندما يدخل السم أو تدخل أشياء خبيثة إلى البطن هناك دبدبات في المعدة تصعد من المعدة إلى الدماغ تسبب تقلا أو ألاما أو عدم التركيز أو غير ذلك من الأمور لذلك تجد الإنسان المصاب بالقلون وإن لم يكن فيه شياطين وإن كان مصدر القلون أغلبه يكون من العين والحسد أو كثرة المشاكل فإن عدم التركيز يسببه للدماغ يعني الأطار هناك عصاب في البطن عندها علاقة بالأعصاب في الدماغ لذلك تجد الإنسان المرتاح في بطنه مرتاح في دماغه والذي لا يرتاح في بطنه لا يرتاح في دماغه هو إلى الأبد لذلك مشكلة البطن مشكلة عويصة لأن الناس يأكلون ويتقوون من بطنه البطن باش يأكل الإنسان الإنسان يشربه وكل شيء يذهب إلى البطن لذلك إذا ارتحت في البطن سترتاح في الجسد كله فلا بأس إن شاء الله أن تقوم بهذه الطريقة أن تقرأ عليها مرة أخرى كي يتعذب هذا الخادم أو هذه الجن الخادمة وتقوله بقدرة الله ولا بأس إن شاء الله تنفث عليها في وجهها وتقول بقدرة الله يحرق كل شيطان بقدرة الله يحرق كل شيطان وأغلب الناس الذين يكون عندهم سحر مأكل أو مشروب أو خادم العين والحسد فإن الجن يسكن لهم في الغدى والحنجرة لا بد أن يسكن هنا لكي يحبسها عن التقيؤ أو يسبب لها تقيؤ كثير يعني الناس الذين يكون عندهم أكل ومشروب إما أنه لا يستطيع أبدا أن يتقيأ عندما يشرب ماء الرقيا أو إذا شربه أرد أن يتقيأ وسلب له جرح كبير فلا يقوم مرة بالاستفراغ مرة أخرى أو أنه مجرد أن ينزل ماء الرقيا أو أي شيء للرقيا أو أعشاب الرقيا أو ماء الرقيا مجرد أن ينزل إلى البطن يرجع بسرعة لأن الجن لا يريد له أن يبقى أي شيء في معيدته فلا بأس بإذن الله تبارك وتعالى أن تضغط على الصدر هكذا بقدرة الله يحرق كل شيطان في المعدة يحرق كل شيطان يسكن في الصدر والغدة والحنجرة لبأس إن شاء الله أن تضغط عليها في الحنجرة والغدة واسألها هل تجدين مثلا لسانك ثقيل فإذا قالت لك نعم فإن هذا أكيد بأن الشيطان يسكن لها في الدماغ فلا بأس إن شاء الله كذلك أن تضغط عليها في الرأس وتقولها أين عندك الألم في الرأس هل عندك الألم في الرأس في الجن بالأيمن أو الجانب الأيصر فإذا قالت لك عندها الألم فقط في هذا المكان الجانب الأيصر فلا بأس أن تضغط فقط على الجانب الأيسر وتركز بإذن الله تبارك وتعالى تركز بإذن الله تبارك وتعالى البطن والمعدة وتضغط بإذن الله تبارك وتعالى فإذا أصبحت تضغط على البطن بإذن الله والرأس هكذا وتقول لك بأنها إذا هي متفاعلة معك وتقول لك بإذن الله تبارك وتعالى فإن عندها ألم في الرحم فعليك أن تكمل الضغط على الرحم بإذن الله تبارك وتعالى وتقول له أخرج يا عضو الله أخرج إلى أصبع الأقدام فأما إذا قلت لك بأنها أيديها التي تقولت يعني يدها اليمنى أو اليسرى فلا بأس إن شاء الله أن ترجع إلى الوراء هكذا وتقول له أخرج من هذه اليد اليمنى أو أخرج من أيدي اليسرى إذا تقولت اليسرى فهو شيطان مجرم ظالم يهود نصران كيفر ملحد وإذا تقولت اليسرى فقد يكون هو مسلم ظالم فلا بأس أن تقول أخرج من اليد اليمنى بإن الله تبارك وتعالى فإذا أردت أن تتأكد أنه سيخرج ولا يسعد إلى الرأس فلبس إن شاء الله أن تضع له هذا العود بإن الله تبارك وتعالى في الرقبة كي ينزل كي يصعد من البطن إلى الكتف ويخرج بسرعة بإن الله تبارك وتعالى لأن هناك من الجن من تطرده بإن الله تبارك وتعالى في هذا المكان ويصعد إلى الرأس ولا يريد أن يخرج لا في الرجلين ولا في اليدين لأنه إما أنه لم يتعذب كثيرا أو أنه ما زال يعشق هذه السيدة وهي لم تفعل في الرقية التي تقرأ في النهار شيئا كثيرا لذلك لا بد من الرقية في النهار بإن الله وإذا فعلتم هذا في الليل فإنه يؤثر عليه تأثيرا شديدا بقدرة الله يسمى العليم تضغط هكذا بإذن الله في الرقبة فإذا قالت لك فهذا لا يريد أن يخرج المعدة لا تشعر فيه بشيء تقول لك صدر خفيف والمعدة خفيفة ولا تشعر إلا بالتقن مثلا وحده في الكتف الأيمن ماذا ستفعل في هذه الطريقة بإذن الله ستأخذ عودا واحدا وتمسك الرأس وتضغط عليه في الرقبة بإذن الله تبرك وتعالى كلها تضغط في الرقبة وتقول أخرج يا عضو الله أخرج من اليد أخرج بسرعة بإذن الله تبرك وتعالى فإن أي جن يسكن في اليد اليمنى كلها بإذن الله تبرك وتعالى ولا يريد أن يخرج فعلا أنه ما زال في أعلى الجسد يعني إما أنه يمسك الأكتاف أو يمسك الرقبة أو له ما زال عروق في الرأس بإذن الله تبرك وتعالى يمسكها فعليك أن تطرده وتقول له كيف تشعرين هل رأسك خفيف أم ما زالت فيك الدخة فإذا قالت لك أنا أشعر بالدخة فاضغط بإذن الله تبرك وتعالى في الرأس وخصوصا الجانب هذا بإن الله تبارك وتعالى الأيمن حتى تنقص الدوخة فإذا كان الخادم يتحول هناك من الجن من يخرج بسرعة كالبرك هناك من يخرج مثل الريع هناك من يخرج مثل الحيوان مثل الفأر هناك من يخرج ذاقير مثل السلحفات فإذا بإن الله تبارك وتعالى يتحول هذا الخادم سواء كان أفعاء أو جن عادي فإذا إن شاء الله قلت له أخرجي عضو الله أخرج توبة إن الله أخرج من أصابع اليد اليوم بإذن الله تبارك وتأخرج من هذه اليد أو أخرج من السبب بإذن الله تبارك وتعالى فإذا قالت لك بأن الدخة التي عندها أو الدوران ينقص بدأ أن ينزل الدخة من 90% 80% أنت تتكلم أيها الزوج أن تتكلم معي وترقين وتقول أخرج ولكن هذه الدخة تنقص 90% ثم 80% ثم 70% ثم 60% ثم 50% فهذا يدل على نتيجة كبيرة هائلة فإن هذا الخذب أصبح يتحول ويخرج مجرد أن تتكلم معه فإنه يخرج فعليك أن تساعده على الخروج لبسا تضغط عليه وتقول أخرج يا عضو الله بإذن الله أخرج بسرعة بسرعة بإذن الله تبارك وتعالى أخرج فإنه سيخرج بكل سهولة بإذن الله تبارك وتعالى من أصابع اليدلون بقدرة الله السبب فإذا أتى إلى هنا بإذن الله تبارك وتعالى بعض الأحيان ليسك دائما بعض الأحيان قد يأتي هذا الخادم إلى هذا الكتف ولا يريد أن يخرج يبقى هنا يعني ليس في بطنها ليس في صدرها ليس في الرحم ليس في الأقدام ليس في الرأس تشعر بأنها خفيفة ولا تشعر بشيء إلا أنها تقول لك يدي ثقيلة من هنا من الذراع واليد فقط أو تقول لك الكف فقط ولا يريد أن يخرج يعني يبقى هنا يقول لك أنا هنا اضربني أن تتضغط عليها مثلا أن تتضغط عليها ضغطا خفيفا بقدرة الله يستمع أن يحرق كل شيطان وهذا الضغط رغم أنك تضغط هذا الخادم بقي في هذه اليد لا يريد أن يخرج ما هي الطريقة التي ستفعل به من الله تبارك وتعالى كما قلت إخواني أخواتي بعض الأحيان لما يركز زوج زوجته يأتي الجن فيسكن فيبقى في هذا المكان فقط تشعر بأنها كهرباء أو تنميل أو ضغط أو ثقل في هذا الكف وحدها أو في الدراع كله ولا يريد أن يخرج رغم أنه لم يبقى في الجسد لا تشعر به المرأة يعني أنا لا قلت لا تشعر به المرأة وقد يكون في مكاني هنا في الجسد ولكن المرأة لا تشعر به كيف سأظهره هذا الجن الذي يسكن في هذا الدراع ولا يريد أن يخرج لأنه لو كان صديقا ولو كان معذبا حق العذب بإن الله تبارك وتعالى خرجه ولما لعب معي هذه اللعبة ولما إني صبر على هذا الضغط لذلك سأخذ كفها بإن الله تبارك وتعالى الكف لأن الكف سنجد فيه قد نجد فيه رأس هذا الأفعاء أو نجد فيه يعني سنؤذيه قد نجد عينها ونفقأها أو نفعل أي شيء في هذا الكف لماذا بالضبط في الكف؟ لأن في الكف توجد أعصاب كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى والأطراف التي تحبها الشيطين وسهل أن يدخلوا منها وهي سهل أن يخرجوا منها لذلك ستجده يتمركز في مكان ما في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذا المكان الذي تأخذ من التحارين سوف يقول الزوج لزوجته ركزي معي إن شاء الله وأغلق عنك وركزك فتشعرين في أي مكان في الجسد ستشعرين بالألم سيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم فقد بإذن الله تبارك وتعالى بسبب هذا الضغط أو يضغط الزوج على الأظافر إما الأظفر هذا أو الكبير بإذن الله تبارك وتعالى يعني يجربهم كلهم يضغط فإذا بالضغط بالعود والضغط على الأظافر قالت له لا تشعر بشيء أو قد تقوله مثلا شعرت بتقل في الرجل اليسرى أو تشعر بالنبض في الرجل اليسرى أو تقول بإذن الله تبارك وتعالى لما يضرب هنا تقول له شعرت بيد اليسرى كذلك تقيلة أو تشعر تقول له شعرت بالنوم في عيوني أو شعرت بإذن الله تبارك وتعالى بلساني تقيل أو تقول له شعرت بالدموع تنزل من عيوني فهذا يدل على أنه ما زال في العيون فهذا يدل على أنه ما زال في اليد فهذا يدل على أنه ما زال في القدم فهذا يدل قد يكون ما زال في المعيدة ولم يخرج كله في الجسد لعليك أن تضغط في المكان الذي بقي فيه كي يترك اليد لأنه ماذا ما بقي بعضا من جسمه في أي مكان في الجسد فإنه يلعب عليك لا أكثر فإنه لا يريد أن يخرج الآن لأنه لو أرد أن يخرج لما بقي نصف جسده في مكان ما لكي يرجع بإذن الله تبارك وتعالى سيقول لسائل أو سائلة يا أخي لماذا تفعل بعقولنا هكذا كيف تقول لنصف الجن هنا والنصف الجن هنا الجن الله عز وجل عطاه القدر والقوة لكي يتمدد لأنه قد يتمدد مثل البلاستيك الذي تعرفونها قد يتمدد بإذن الله جسمه وإن لم تشعر به في الجسد فهو يمر عبر الجسد يعني ليس هو جسدين روح بجسدين لا إنما هو جسد واحد وسيكون نصفه في الجسد ويمر عبر هذا المكان وإن لم تشعر الأخت بأي شيء فهذا من مكر الجن ومن حيلتهم على المصاب وعلى الراق كذلك فعليك أن تضغط على أي مكان في الجسد يبقى فيه النصف الآخر تضغط عليه وستشعر زوجتك أن كلما أنت تضغط على المكان الذي بقي فيه هذا المسل العاشق وأغلب الأحيان هذا المسل العاشق يبقى في الرحم أغلب الأحيان هذا المسل العاشق يبقى في الرحم أو العيون أو في العورات فلا بأتي إن شاء الله أن تضغط لما أنت تضغط على العورات ستقول لزوجك كيف تشعرين ستقول لك أشعر بأن هذا التقل أصبح يخرج من أصبع اليدين سوف تضغط بإذن الله تبارك وتعالى العورات تقول أخرج يا عضو الله يا من تسكن في العورات لأنه قد تقول لك شعرت الزوجة لما تضغط عليه هكذا ستقول لك شعرت بالتنميل في العورات وهذا التنميل هذا يعني أن المس العشق ما زال بإذن الله في العورات وعليه أن يخرج تماما من الجسد كله لأنه بقي في العورات فإذا انتهيت من الرقية رجع إلى الجسد كله وسيسبب ولها الألم كما كان في الأول يعني كأنك لم ترقيها لذلك لما تضغط عليه بأن الله تبرك وتعوى تقول أخرج تماما أخرج من الجسد كله أخرج بسرعة 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 كل عاشق يتحول من الجسد كله ويخرج بسرعة من أصابع اليد اليمنى بسرعة أو حتى اليسرى المهم ستفعل هذه الطريقة سواء كان في اليمنى أو في اليسرى سوف تشعر به الزوجة كذلك وستخبرك أنها تشعر بهذا التقل أصبح يذهب من الدراع والمرفق إلى أصابع اليدين وإن شعلت به الزوجة في أصابع اليدين مثل التنميل أو السخون أو البرودة فلا تتوقف يعني لا تتركه أنت هنا يعني بعض الحين ستقول لك أنه جسمي خفيف ذرعي خفيفة وهكذا لا أشعر إلا بتنميل خفيف في الأصابع لا لا تتركه فهذا قد يرجع لأنه مادم تشعر بالتنميل في الأضفار أو التنميل في الأصابع فقد يكون مازال في الجسد كي يؤثر عليه وارجع لأنه لماذا يبقى متمسكا في الأصابع ليرجع مرة أخرى ولو خرج من الجسد كله فلنستطيع أن يرجع لأنها محصنة وأنها تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل بالليل والنهار لا تعطي هذه الفرصة فأكمل الضغط بإذن الله تبارك وتعالى إذا كان هو في الرحم فأكمل ضغطك في الرحم بإذن الله تبارك وتعالى حتى يخرج نهائيا حتى تقول لك بأن أصبعها سليمة لا سخونة لا برودة ولا تنميل أقول قولي هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة